الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه فإن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أحبابنا الكرام تكلمنا في المرة الماضية عن الحديث الثاني وتحدثنا عن الإيمان بالملائكة وسنكمل اليوم إن شاء الله تعالى في شرح هذا الحديث الثاني في حل ألفاظ الأربعين النووية ونكمل عن معنى الإيمان بالملائكة وبعض وظائف الملائكة نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد كما ذكرنا أحبابنا الكرام فإن الملائكة لهم وظائف جبريل عليه السلام أمين الوحي هو ينزل على الأنبياء بالوحي من الله تبارك وتعالى وهو موكل بالريح وجبريل له جنود هو وجنوده موكلون بالريح السوافيل عليه السلام ملك كريم موكل بالنفخ في الصور منذ خلقه الله تعالى وخلق له الصور البوق واضع فمه ينتظر الأمر للنفخ فيه ميكائيل عليه السلام موكل بالمطر والزرع يعرف عدد قطرات الأمطار التي تنزل في كل بقاع الأرض متى تنزل وكم عددها ويعرف عدد كل زرع يخرج من الأرض متى يخرج هذا الزرع في أي ناحية يخرج سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في كل سنة المطر الذي ينزل كميته هي هي لكن يختلف نزوله في الأنحاء عزرائيل عليه السلام وظيفته قبض الأرواح هو يقبض أرواح الإنس والجن والبهائم والملائكة ثم هو الله تعالى يجعل روحه عند وقت وفاته يخرج من جسمه من غير أن يأتي ملك ويخرج هذا الروح منه وليس صحيحا ما يقوله بعض الناس أن عزرائيل يقول لو كنت أعرف أن الموت هكذا لما كنت قبضت روح أحد من الناس هذا كذب واختراء عزرائيل ملك كريم ولي من أولياء الله يعمل هذا العمل طاعة لله تعالى هذه الدنيا بالنسبة لعزرائيل كالكف كيف أنت حين تنظر إلى كفك تراها بنظرة واحدة هو هكذا الدنيا بالنسبة له فسهل عليه أن يقبض روح أي إنسان أي بهيم أي جن في أي مكان في الأرض ولو كانوا كثرة الله تعالى أعطاه القدرة على قبض أرواح الملايين في لحظة واحدة وقال بعض العلماء أعطي من الأيدي بعدد من يقبض أرواحهم وقال بعض العلماء له أشباح بتصرف روح واحدة فيقبض أرواح الجميع الذين حان وقت وفاتهم في تلك اللحظة ليس ذلك بعسير عليه وقد نص العلماء على أن من سب ملك الموت عزرائيل كفر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر بالحديث أن نسمى ملك الموت عزرائيل لذلك قال العلماء من شتم عزرائيل ملك الموت فقد كفر بعض الناس ينكرون أن اسم ملك الموت هو عزرائيل هو ورد بحديث رواه الحافظ البيهقي يقال له حديث الصور وفي حديث رواه الحافظ الطبراني في الطوالات وأجمع أهل الحق على أن اسم ملك الموت عزرائيل في التفاسير قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون كل المفسرين عند تفسيرهم لإسم ملك الموت يقولون هو عزرائيل عليه السلام الشيء الذي استدل به العلماء على كفر من شتم الملك هو هذه الآية قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين من هنا يستدل من شتم نبيا من شتم رسولا من شتم رسول الله هذا لا يكون مسلما بل يكون من الكفار القاضي عياض نقل الإجماع على أن ملك الموت اسمه عزرائيل وكذلك ذكر ابن فرحون في تبصرة الحكام والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما جاء في القرآن الكريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن الملائكة عباد طائعون هذا هو القول الصحيح أن الملائكة كلهم لا يصدر من أحد منهم معصية لا معصية كبيرة ولا صغيرة هذا هو القول الصحيح لذلك لا حجة لما يروى في حق هاروت وماروت من أنهما شرب الخمر ثم زنياء ثم سجداء لغير الله هذا لا أصدر له لا أصدر له ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مناف للأصول وكذلك لا أصدر لما قاله بعض الناس أن إبليس كان ملكا من الملائكة وهو خلاف ظاهر الآية إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وظاهر الآية أنه كان جنيا يعبد الله مع الملائكة والملائكة قد خلقهم الله دفعة واحدة مع كثرتهم أما ما يقوله بعض الناس أن هناك ماء ينزل فيه جبريل فيتناثر منه نقط من الماء ومن كل نقطة يخلق الله ملكا هذا غير صحيح الملائكة غير الجن الملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من نار القول بأن إبليس طاوص الملائكة هذا كفر والعياذ بالله تعالى بعضهم يحتج بالآية قال تعالى إلا إبليس الاستثناء قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا ماذا يعني هذا؟ يعني تقول جاء القوم إلا زيدا هذا الاستثناء متصل زيد هو من جنس القوم فإذا قلت جاء القوم إلا زيدا استثنيت من جنس القوم زيد فهو من جنسهم هذا يقال له استثناء متصل وقد يكون الاستثناء منقطعا يعني ليس من جنسهم ولكن من جنس من يكون معهم العرب تقول جاء القوم إلا حمارا الحمار عادة يكون مع القوم ولا تقول العرب جاء القوم إلا ثعبانا لأنه عادة لا يكون معهم ثعبان فعلى الاستدلال الأول يصح أن يقول جاء القوم إلا حمارا لماذا؟ لأن الحمار هو من جنس ما يكون مع القوم عادة فبالآية فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين سجد الملائكة فإذن كيف استثني إبليس هنا الاستثناء منقطع يعني ليس من جنس الملائكة إبليس ولكن ممن كان معهم بهذا صح الاستثناء في الآية والدليل على أن الاستثناء منقطع بدليل الآية كان من الجن والله تعالى أعطى الملائكة وظائف الآن وبعد يوم القيامة لهم وظائف ليسوا كالبشر والجن يحصل لهم حساب يحاسبون ثم قسم منهم إلى الجنة وقسم إلى النار الملائكة الآن لهم وظائف وبعد يوم القيامة لهم وظائف والملائكة يموتون إلا من استثني ويبعثون لكن لا يحشرون هم لهم عمل في الحشر كل واحد من الناس له سائق وشهيد من الملائكة جبريل عليه السلام هو أمين الوحي وهو وجنوده موكلون بالريح يسوقون الريح حيث يشاء الله تبارك وتعالى بعض الملائكة يأتون إلى العبد الصالح ليؤنسوه رتائيل هذا من ملائكة الرحمة وظيفته أنه يسل الحزن من صدور المؤمنين كما حصل للإرباد بن سارية هذا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم صار في سن كبر في سنه فصار يدعو الله تعالى يقول اللهم إنه كبر سني ووهن عظمي فاقبضني إليك غير مفتون فإذا بهيئة رجل شاب يقول له لا تقل هذا فقال له ماذا أقول قال له قل اللهم حسن العمل وبلغ الأجل فقال له من أنت قال له أنا رتائيل الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين أسأل الله تعالى أن يوفقنا للطاعات يا رب ألهمنا أداء الواجبات يا رب ألهمنا الصبر يا رب حلنا بالصبر يا رب باعد بيننا وبين المعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين